ثقافة التأمين على البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية هو ما يراهن عليه الصندوق الوطني كاكوبات لترسيخها لدى العمال وأرباب العمل منذ سنوات ليسجل الصندوق إلى غاية شهر الجاري أزيد من مليون عامل منتسب يقول جمال الدين بوشة في هذا التقرير أزيد من مليون عامل بالجزائر يشتغلون في قطاعات البناء والأشغال العمومية هم زبائن الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والناجمة عن سوء الأحوال الجوية في وقت لا تزال ثقافة التأمين عن هكذا ظروف غائبة عن عديد المؤسسات الوطنية طال الناجمة عن سوء الأحوال الجوية سوء أمطار سوء جريح قوية والشيء جديد لها السنة الصائفة 2016 كانت تعويض عن درجة البطالة الناجمة عن ارتفاع شديد لدرجة الحرارة مجمع المؤسسات الناشطة في الصندوق تفوق 65 ألف مؤسسة وبالنسبة للعمال الناشطين في الصندوق تفوق مليون 129 ألف عامل مصرح بهم في الصندوق بطالة إجبارية كثيرا ما تراهن على خلقها سوء الأحوال الجوية يستغلها المؤمنون لتعويض أجورهم شريطة التصريح بالتوقف عن العمل في أجل لا يتعدى الثمانية والأربعين ساعة 48 درجة تحت الضل يحددها الديوان الوطني وفق المعايير الدولية هنا عن طريق الكشوفات التي تصلنا من الديوان الوطني هنا الصندوق اعتماد على هذه الكشوفات يروح ويعوض هذه العمال العمل يفات للعمال المصرح بهم كان أكثر من مليون ومئة عامل ووصلنا باش نعوضوا لقيمة قريبا 980 ألف عامل بقيمة الأموال التي خرجها الصندوق تفوق 22 مليار دينار تعويضات هو تأمين من نوع خاص يعد مكسبا للعمال منتسبي المؤسسات الناشطة بالقطاعات المعنية ورغم استقطابه لأزيد من مليون عامل لا يزال ألف العمال خارج مجال التغطية عن جهالة أو استبداد اشتركوا في القناة